الآن لك أن تتصور أنك لو وجدت في منطقة فجأة يعني أنت الآن موجود عندنا هنا في الأستوديو فجأة وجدت نفسك في قزيرة فجأة أغمطت عينك وفتحت عينك ستسأل السؤال الأول ما سبب وجودي هنا؟ فعلا واضح؟ بديهي جدا بديهي جدا ما سبب وجودي هنا؟ ستبحث عن الإجابة إن لم تعثر عليها في نص تعتبره مستعصيا على النقد بعيدا عن التناقض متسقا داخليا كما هو صفات القرآن الكريم فإنك ستلجأ إلى عقلك أي ستبحث عن سبب وجودك من خلال الاستقراء من خلال استقرائك لمظاهر الوجود أو أنك تبدأ وتخط لنفسك طريقا يعني منهجا قديدا منهجا قديدا هذا ما فعله السفصطيون عندما أسقطوا حسابات الآلهة اليونانية وبدأوا أكثر جراءة في الإلحاد كما يقال بدأوا يفكرون في الإنسان وضرورة أن يسن قوانينه بنفسه كما فعل بروتوغراس وقوركياس وقالوا بأن الإنسان أصل كل شيء وهو معيار الصواب والخطأ وهو معيار الحسن والقبح في الأخلاق جميل دكتور إن نقشنا أكثر مسألة الإيمان خصوصا عنده سواء الفلاسفة أو الغرب شاهدت لك مقطعا تذكر فيه إيمان مثلا أو ذكر أينشتاين للإله وذكر نيوتن للإله فاعترض بعضهم ويقول أساسا هذا الشخص أو الآلهة التي يذكرها هؤلاء هو مختلف عن الآلهة التي نؤمن بها فلا يمكن أن نستدل بها مثلا على أنهم مؤمنون أو ما شابه يعني بمعنى هناك من انتقد هذا الكلام مثلا مجيد هذا الكلام صحيح صحيح بالنسبة لنيوتن الوضع مختلف أما سبينوزا وأينشتاين الوضع متساوين لأن سبينوزا يقول بأن الإله هو القوانين الطبيعة وهناك من يقول بأنه قال بوحدة الوجود أي الإله المحايف كما يسمونه لكن أينشتاين سيلقع مرة أخرى إلى إله سبينوزا عندما سئل قال بإله سبينوزا ويقصد به القوانين المنتظمة المطردة المطلقة التي لا تتخلف وعلى أساسها يقوم هذا الكون لأن هذه الفكرة أولا من وضع من يعني هذه الفكرة أساسا هي فكرة هيروكليتوس الذي قال بالصيرورة والتغير ثم أخذ يعني لكن هيروكليتوس يقول بوجود عقل لوغوس يسمونه يحكم نظام هذا الكون وهذا العقل يعني منظم ويعني مضطرد في نظامه ومتناسق داخليا ولا يمكن أن يتخلف وهو الذي يقوم بعملية العودة الأبدي الذي أخذها نيتشيفي ما بعد ما يسمى بالعودة الأبدي يقوم بإحراق العالم ويعادة خلقي من جديد وهي النار نعم لكن يعني لكن الذي سيقل لهذه القضية أكثر هم الرواقيون زينون الرواقي عندما يأخذ فكرة هيروكليتوس في قوانين الطبيعة وقال بالحتمية القانونية وتأثر بعض المسلمين طبعا بالرواقي في قضية الجبر لكن سبينوزا سيعطي براهين عقلية على هذا القانب يعني في كتابه الأخلاق سيعطي براهين عقلية على أن القوانين هذه هي الثابتة وهي التي تحكم الكون وهي التي يمكن أن نسميها بالإله أينشتاين عندما قال آمن بإله سبينوزا أي القوانين لأنه فيزيائي عموما ومنه خلال النظرية النسبي العامة والخاصة توصله وإن كان هو على كل حال يعني لم يتخلى عن الموروث الذي قال بقدم العالم نعم فأضاف رغما عنه رغما مخالف للعمليات الحسابية التي توصل إليها أضاف ما يسمى بالثابت الكوني ليقول بقدم العالم طيب عندما جاءت الكوانتم والتي بيّنت أن ثمت عدم انتظام نعم واحتمالية في قوانين الكون رفضه هذا الافتراض وقال بأن الإله لا يلعب بالنرد طيب ما المقصود بالإله هنا عند أينشتاين نعم إله سبينوزا القوانين نعم يقصد بها القوانين نعم ولكن لما تم يعني البرهنة على أن الاحتمالية موجودة في ما تحت الدرة في القسيمية في القسيمات وخاصة هيزنبرغ الذي برأنا على ذلك تراجع أينشتاين وقال بلا شك أننا لا نستطيع أن نطلع على أولويات الإله عندئذن هنا يفسر بأن كلام أينشتاين هو الإله القالق وليس إله سبينوزا عندئذن لأن بمعنى أن الصرح الذي بناه وبرهن فيه على أن القوانين هي الإله أصبح الآن متضعضعا وليس مستقرا فعملية الرجوع عنه ستكون بدهية وطبيعة نحا ترجمة نانسي قنقر